بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى قليل وصحابي اجمعين زيكو حبايب قالوا وحشتوني 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 انا نهو مقلد من قناة نوفو نعملين النهار دي هنو هعمل اكلات الحلة الوحدة اكلة حلوة جدا واقتصادية يعني يعني بصو اقتصادية نوعا ما يعني عشان ما فيش اي اكل في البلد النهاردة اقتصادة بالمعنى الحرف الكلمة يعني بس يعني احسن من غير يلا بنا ندخل المطبخ ونشوف احنا هنعمل اكل الامر دي ازاي هنجيب حلة ولا وقع او اي حاجة انت هتشتغل فيها وتحط معلقتين زيت او زبدة او سمنة اللي انت بحب تطبخي بيه اطبخي بيه اه وهندوم تسخينة كده على النار وننزل بقى البصلة كبيرة كده ايه البصل اللي هو رخيصة انا عارفة اللي هو بربعين جنيه ده هناخد بصلة كبيرة كده نبشرها بس هنعمل يعني هنطبخ من غير بساط مش هينفق هعمل ايه طيب حطينا على البصلة رشة ملحة ورشة فلفل اسود واني بديها تشويحة حلوة جدا عن ناقر تشويحة مش هحمرها خالص مش هقال ليها لأ شايف ايه دوبك كده ايه تبدأ تشوف وانا بحط مادة دهنية قليلة عايزة القطري قطري لاني قولتلكم قبل كده انا بحب بحط مادة دهنية قليلة ده ظروف صحية انت عايز القطري براحتك خالص ده بقى ايه كنت محاولش شوية كبيرة على قوانس كده عندي في الفريزة لطلحتم هعمل بهم الاكلة دي خلاص ايه يعني كل ما تبع عندك كبيرة وقوانس كده حط في الفريزة اللي عندك في يوم تطلعهم تعمل بهم قدوة زي اللي هتعملها دي النهاردة هجيب بقى سنة من بهرات اللحم علشان تديني احساس بقى ان هي ايه يعني حاجة كده عظمة يعني هاوكلكو بروتين من غير ما نصرف كتير حلوة دي حلوة صدقه آآ خلاص ان ده بقى تشويحة وبعدين ده بقى الملك بتاع الاكلة بتاعتنا النهاردة هنجيب العتس بجيبها اللي احنا ببنجيبوش خالص ده وما نعرفوش ولادنا اساسا ما تعرفوش هتجيب نص كيلو او ربع كيلو على حسب كمية اللي انت عايزها وتخسيلي كويس جدا وتنقعي قد بمسلا ساعة قبل ما تطبخه وتغير عليه المية وتشتغل بيه امقر ده بالنسبة للعاتس اللي بجيبه آآ عندي شوية حمص في في التلاجة جيبتون بجيب دايما نص كيلو حطه مثلا على تلات اربحة كياس كده في بعد ما بيله كده يعني اقبله وحطه في الفريزر طلحت كيس وحطيته بقى ورده مش عايزها بلاشه ما فيش مشكلة خالص مش هياثر في الاكل حاجة اللي مش موجود عندك واللي نوع بتحطه مش موجود عندك استغنى عنه خلاص يعني انت ممكن تعمله بالرز والعاتس بلي بجيبه هنا جبت جزرتين جزر النهارة طبعا رخيص جبنا جزرتين وبشرناهم وحطناهم مش بشرناهم ده عملتهم بالكبه بصراحة ورحت احطهم وقلبتهم وده آآ شوية رز كده قدي عايز اقول لك قدي نص كيلو رزة غسلته ونقحته قدي عشر دقيق برضه وصفيته وجيت ده دلوقتي بقى حطته على الرزة زي ما انتوا شايفين حطنا البصل ونزلنا عليه بالملح والفلفل ده ناله تشويحه وبعد كده نزلنا بالعدس ونزلنا بالحمص لو موجود مش موجود خلاص خل الحمص اللي هو بتاع الاكلة ده مش موجود خلاص اللي هو بنعمل بحمص الشاء هتجيب جزرتين مبشورين وحطيهم طب يعني انا ما عنديش حمص تغنى عنهم فيش هاي مشكلة خالص. آآ والكبه دول اوانس ده احنا زي ما قلتلكم انا محوشاهم في الفريزة يعني او ممكن تجيب كيلو او نصف كيلو اوانس على حسب يعني على حسب انت هتعمل قد ايه لو منتش محوشها يعني او عايز تعمل الاكلة ده بس فعلا هي اكلة طعمة جدا واكلة بتأكلوا على فكرة آآ اكلة تنفع لاصحاب الرجيم والضايت والأمراض ومرض السكري والكلام ده كله لانها ما فيهاش رز كتير فهي يعني ايه هد لو لو بصيت هنا بزبط الملح بزبط حطيت راشة آآ آآ بابريكا حطيت راشة آآ شطة وحاخط راشة كمو وعشرة على عشرة كده يعني احنا كده الاكلة بتاعتنا تحتبر كده خلصت هنغط عليها بقى وانسبها تستوي وخد بالك ما تقطريش المياه وانت بتحط المياه طبعا المياه لازم تكون مغلية آآ ما تقطريش المياه لينفيه جزر هنا هينزل ميته لو حطيت المعتاد هي هيعجل منك فانت دايما المعتاد اللي هو قباية روز قصة قباية مياه صاح لان الروز مسرق لكن احنا هنا لأ هنقلل شوية علشان الخضار اللي احنا حطينه هنا هي هينزل ميته ولو حطيت المعتاد هيعجل منك خلاص شايف يعني الاكلة شكلها نفسها كده يعني بعد ما شربت المياه الاول كده جبنا الشياطة وحطناها الاكلة نفسها شكلها يفتح النفس من الالوان اللي فيها يعني الولادة هتحبها هتحب الشكل ده شايف بقى يعني ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا يعني احنا بنشوف حاجات يعني يعني عايز اقول لك ولكن علامات الساعة هتقوم يعني ولكن الايام هتقوم يعني اه فربنا يعينا جميعا على اللي احنا بنشوفه على الاسعار اللي احنا بنعيش هالأيام دي لان الجيل اللي احنا فيه ده اتظلم فعلا في كل الظروف اللي البلد فيه شايف هنا شايف امر امر والله وريحته بقى جميلة جدا على الفكرة ممكن تحطه شابتك وزبرا لو انت حب بس انا محبيتش حطه كده لان يعني ايه ما كانش موجود اصلا فا شايف بقى هنا بقى اعمل ايه جبنا ايه جبنا الفورمة بتاعتنا ديت او حتى لو عندك اي طبقة او غرفيه بطريقة اللي تريحك يعني بس عشان انا عندي ديت ويعني عايز اعمل لها يعني ايه حكاية كده مش معنى ان هي اكل اقتصادية احنا هنضحك عليها يعني معلش بس التلفون كان بيرن فبعد تعني التلفون خلاص فا شايف بقى يلا نشيل بقى يعني بصوا الاحلى من الاكل لتقديم الاكل لازم دايما زي ما احنا عارفين العين دايما بتاكل قبل البوم فلما تقدمي الطبق بتاعت بطريقة حلوة اه الناس بتحب تاكل منه يعني وريحته بتبع حلوة كده هو ريحته فعلا جميلة جدا 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 هتجيب بقى شوية بطاطس مصغيرة اللي خالص ديت هتسلو ايها بعد ما هتخسليها بشوية مية وشوية ملح وبعد كده تقشريها وتدعها تحميرها بيتبع حلوة جدا مع الاكلة دي ممكن تستغن عن الكبط وتسلو ايها مشوية البطاطس مش عايزة تقاف يا جماعة البطاطسية الاستحية ممكن تستغن عن الكبط والقوانس بتحطي وتسلو ايها يعني مسلا ايها او تقل بيض برحتك خالص يعني على حسب ظروفك على حسب ظروف المعيشة عندك على حسب ولادك بتحب ايها فكل واحد بيعمل الطريقة المناسبة له فشوية البطاطس دولها زي ما قلت لك هتسلو ايها متحمريهم بيبوا هلون جدا مع الاكلة دي وشوية سلطة بلدي خلص انت عايزة حاجة تانية انت عايزة منها حاجة تانية لا والله يعني ده كان غدا يا جماعة والحمد والله فضل ونعمة من عند ربنا وربنا يدومها نعمة وان شاء الله ربنا يسترها على البلد كلها يا رب وكل سنة وحضراتكم طيبين داخلين على رمضان بقى ومن شوف هافضر كده ادور على الاكلات الاقتصادية تنفع الكل تنفعنا وتنفع الكل شايفة بقى هنا شايفة رزة زي المفارفة ان شاء الله الاكلة بتاعتها تعجبكم جدا 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 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة